موسيقى الى تامن راست انطلاقا من الجزائر العاصمة وبأمر من الجزائر نحو مالي والنيجر المنظمات الحقوقية تطالب ببعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون أبد الحفيظ منور أقدام سلطات الجزائرية على ترحيل العديد من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب السحراء وما رافقه من إهانة وتضييق ترفض هيئات المجتمع المدنية العاملة في مجال الهجرة وحقوق الإنسان والتي ترفض في بلاغ لها كل أشكال التضييق بسبب اللون والجنسية وتدعو لوقف ما تعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان حسب المعطيات لعدنا هذه العملية الضبط والترحيل على أساس عنصري لم يتم استعمال المراقبة القضائية على قرارات الإدارة الجزائرية وهذا خرق للتزامات الدولية للدولة الجزائرية كذلك تنطلبهم في هذا البيان تنطلبهم فوضية سامية لشؤون اللاجئين بين الدخل لحماية المهاجرات للاجئات واللاجئين منظمة العمال المهاجرين بالمغرب من جهتها تستنكر تعامل سلطات الجزائرية مع المهاجرين من دول جنوب السحراء وتدعو إلى حماية هذه الفئة ومتابعة الجنات أمام القانون نعتبر الأمر مؤامرة ضد كل المهاجرين وحطاً للكرامة في كل ما حصل على التراب الجزائري فهم ضحايا تهجير جماعي وفجائي من قبل السلطات الجزائرية وفي هذا الباب نستنكر وبشدة كل هذه الأعمال والممارسات أقدام سلطات الجزائرية على احتجاز مواطني دول جنوب السحراء وترحيلهم إلى بلدانهم يعتبر الائتلاف أكبر هدية لحقوق الإنسان في العيد العالمي في وقت تتسع فيه دائرة الترحيب بالمهاجرين وتسوية أوضاعهم كما هو الحال بالمغرب ترجمة نانسي قنقر